أشهد أن لا إله إلا الله ومن مواضع الاقتران ما جاء من اقتران هذا الاسم الكريم الحكيم بالعليم وهذا فيما يقرب من سبعة وثلاثين موضعا فما وجه هذا الاقتران؟ لأن العزيز وبين العليم نحن عرفنا أن العزة من جنس القدرة تتعلق بالقدرة والقوة وأن القدرة والقوة إن لم يكن معها حكمة ولا نظر في العواقب فإنها تكون فسادا ودمارا فإذا كان صاحبها من أهل الشهوات فإنه ينغمس في ذلك بكل ما أوتي من قوة وقدرة على تحقيق شهواته ونزواته ورغائبه وهكذا أيضا العدوان بجميع أنواعه والظلم وهكذا بالنسبة للعلم إذا كان العلم بلا حكمة فإنه قد يسخر في الفساد والإفساد ولهذا ذكرت في بعض المناسبات وفي الكلام على العلم والطريق إليه في مجلسين قلت بأن العلم قد يضر أحيانا يضر صاحبه فهذا العلم إن كان علما ماديا فإنه إن لم يكن بحكمة فإنه يمكن أن يسخر في أنواع الحيل المحرمة وسلب الناس الأموال إنسان عنده معرفة في الإلكترونيات عنده معرفة بالكيميا ويستطيع من خلالها أن يخدع الناس في أشياء كثيرة جدا وأن يموه عنده علم بالطب يمكن أن يستخدم هذا العلم بالإجرام وهذا معروف وتفاصيله لا تحصى ولذلك تجد من لأ خلاق لهم يوظفون هذه العلوم المادية فيما يدمر ويضر وينتجون من أنواع الأسلحة الفتاكة ويستعينون في ذلك بمختلف التخصصات وقد صرح كبير من كبار هؤلاء المفسدين في العصر الحاضر بأن التكنولوجيا التي استعملوها في بعض حروبهم الكبرى في هذا العصر إنما اعتمدت على التكنولوجيا اليابانية لاحظ فيسخر العلم في التدمير في هدم المدن على أهلها في تحويلها تحويل الممالك والبلاد إلى بلاد أشباح يعمها الخراب والدمار والقتل وهو ما نشاهده في عصرنا هذا يسخر العلم في هذا وعلى كل حال العلم لا بد له من حكمة حتى العلوم الشرعية حتى العالم قد يسأل إذا ما كان عنده حكمة فتأتي الإجابات مدفع مثل السهام يرشق ويقتل في هذه السهام صوب من هنا ومن هنا فيستغله أولئك الذين لا خلاق لهم من الليبراليين والعلمانيين والمنافقين والزنادقة يتلاعبون به إن لم يكن عنده حكمة فحتى العلم أيها الأحبة سواء كامل علوم المادية أو العلوم الشرعية يحتاج إلى حكمة العلم وحده لا يكفي والله عليم حكيم أكثر المواضع التي يقترن فيها هذان الإسمان الحكيم والعليم يتقدم فيها اسمه العليم على الحكيم كقوله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا هذه الأسماء بعد هذه الجمل والتوجيهات الربانية في غاية المناسبة وإذا أردنا أن نتحدث عن وجه تقديم العليم على الحكيم وغاية ما هناك أنه محاولة للتعرف على ذلك وتوجيهه وإن كنا لا نجزم بهذا لكن هذا يحتاج إلى نظر في تلك الآيات قد يكون المقام مقام اعتراف بالعجز والقصور في العلم فيتقدم العليم على الحكيم قالوا سبحانك ملائكة لما أذعنوا وأقروا بالعجز سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فوجه تقديم العليم هنا ظاهر إقرار الله عز وجل بالعلم وذلك مقام يقتضيه وهكذا حينما يكون المقام مقام التصبر وانتظار الفرج كقول يعقوب عليه الصلاة والسلام بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم عليم بحالهم وما دبروه وما كان منهم من تضيع يوسف عليه الصلاة والسلام وما اختلقوه من الكذب من قيلهم أكله الذئب وهكذا أيضا عليم بحالهم ثانيا حينما أخبروه عن ابنه الآخر وما حصل له وما حصل منهم وما كان وهو عليم بحاله أيضا وضعفه ومحبته لولده وما آل إليه أمره لا يخفى عليه من ذلك شيء ثم إنه يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها فحينما سُلِب منه أحب أبنائه إليه يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن ذلك خارجا عن وجه الحكمة حينما يلقى مثل هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم في البئر ثم يباع ويسترق ثم بعد ذلك تراوده امرأة العزيز ويعرض لفتنة كبرى لا يقف أمامها إلا من ثبته الله عز وجل وعصمه ثم بعد ذلك يدخل السجن بتهمة قذرة يتنزه عنها عليه الصلاة والسلام بل يتنزه عنها فضلاء الناس فضلا عن أمن اختارهم الله عز وجل للنبوة يدخل بهذه التهمة يراود امرأة العزيز كل هذا جعل وثق العلم وذلك أيضا لم يخرج عن الحكمة قليلا ولا كثيرا انظر هذا التدبير وما حصل بعده من الرفعة يوسف صلى الله عليه وسلم فالعبرة ليست بنقص البدايات وإنما بكمال النهايات وضع في السجن في الجب ثم خرج إلى الرق ثم دخل إلى السجن ليخرج إلى الملك ثم بعد ذلك يأتيه إخوته الذين كادوا له وفعلوا ما فعلوا يأتونه في مقام المفتقر الملتمس حاجته الطالب للعطف والإحسان كل هذا الذي حصل وفق علم الله عز وجل وتقديره وحكمته فالله تبارك وتعالى حينما يحرمك من الدنيا مهما حاولت بذلت وفتحت من المشروعات أو بذلت من الأفكار كيف تصير غني الله ما نسيك وذكر فلان تعالى الله وتقدس عن هذا لا ولكنه فاطمك من الدنيا عن علم أن ذلك ليس من مصلحتك قد يبتليك بالفقر عن علم وهذا العلم مرتبط بالحكمة فلا تجزع ولا تتسخط ولا يصدر منك ما تنحط به مرتبتك من الحسد لمن أغناهم الله عز وجل لا الله ما نسيك فالله تبارك وتعالى قد فاوت بين هذا الخلق نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر رفق بهم أيضا فهذا كله عن علم الكفار حينما يعطيهم الله عز وجل جبابرة الكفار حينما يمدهم وتزيد قوتهم ويبطشون بأوليائه كل هذا عن علم وحكمة يمهلهم قليلا ويملي لهم ليزدادوا إثم فإذا أخذهم كانت جريمتهم قد استحكمت وتعاظمت فيكون أخذه أليما شديدا إن أخذه أليم شديد جل جلاله وتقدست أسماؤه فتفطل لهذا المعنى دائما إذا شعرت بالحرمان أو جالت الخواطر في ذهنك عند عارض المرض اقتلال الصحة تذكر هذا المعاني الله يعلم بك ويعلم كل حركة ويعلم عن هذا المرض هو الذي قدره والذي خلقه ويعلم ما هو أدق من ذلك والشفاء بيده فهو عليم يعلم مقامك ويعلم دعاءك ويعلم حالك وما يجول في خاطرك ويعلم صبرك ويعلم احتسابك ورضاك عن الله عز وجل اختاره وساقه إليك ليرفعك وينظر كيف تفعل فلا يرى منك إلا ما يجمل ويحسن فهو ناظر إليك عالم بك وحينما ابتلاك بما ابتلاك به هو حكيم فهذه معاني عظيمة هذه التربية الإيمانية هذه التربية التي تصلح القلوب الأعمال تعرف بالله جل جلاله معرفة صحيحة والعلم الشامل كما هو معلوم هو من روافد الحكمة فإذا تقدم عليها فلا غرابة في مقام المعجزات وخوارق العادات هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى القوة والقدرة والمشيئة المطلقة التي تعلو على سنن الكون التي وضعها سبحانه وتعالى فهنا حيث القوة والقدرة فإذا اقترنت بالحكمة انتظمت الأمور ولم يتحول ذلك إلى نوع من الإفساد والعبث الذي يفضي إلى اختلال سنن الله عز وجل في الكون من غير طائل وإنما يرجع ذلك إلى علم الله عز وجل وحكمته فحينما يخرق الناموس في هذا الكون وسنته في هذا الخلق بمعجزة بخارق من خوارق العادات هذا كله يرتبط بقدرته كما أنه يرتبط بعلمه وحكمته كيف يحصل ذلك ومتى يحصل ولهذا كانوا يقترحون الآيات عن المعجزات ويطلبونها والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ربه أن ذلك ليس إليه ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بيد الله جل جلاله وابن القيم رحمه الله يذكر أن العلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال فالعلم يتضمن كما سيأتي الحياة ولوازم كمالها من قيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام والحكمة تتضمن كمال الإرادة والعدل والرحمة والإحسان والجود والبر ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجوهها فيتضمن ذلك أيضا إرسال الرسل وإنزال الكتب وإثبات الثواب والعقاب جنة النار فالحكمة أخص من العلم فهي إجراء العلم على نحو خاص يحقق أسمى الغايات هذا كلام الحافظ أبن القيم فإذا تقدم العلم عليها فإن ذلك يمكن أن يفسر بهذا